مقاتلون ولكن الصبر على شدة المواجهة على شدة المواجهة التحمل أحياناً يكون الصبر هو أن تتحمل الألم وتؤخر لحفة الصراخ تؤخرها فقط مثلاً أنت الآن في مكان والعدو يبحث عنك وفي مكان نفترض أنه في أي بلد من بلدان في حطان في لصوص في أعداء في يبحثون عنك وما سقط عليك الركام وجزء منه على قدمك وأنت متألم ومعك ابنك وهو متألم ويريد أن يصرخ وأنت تقتم صوتك تقول بس اقتم صراخك حتى يذهبون ثم يصرخ كما شئت أحياناً الصبر لا يريد منك إلا كتب الصراخ فالآن أشكد صراخ له أشكال الصراخ الصراخ نكتده أنا وأنا 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 أو تظهر يعني إنسان لا يولام أحياناً لكن قد تظهر وتنشر قضيتك على الملأ أنا أريد حلاً قد يكون هذا سبب في تعقيد مشكلتك الصبر كان يقول لك انتظر وأخر الصراخ قليلاً تدري يا أخي أن أيام الحرب العلمية الثانية كان هناك سجن في وسط في وسط ألمانيا وفي هذا السجن مجموعة من العسكريين من قوات الحلفة من بريطانيا وأمريكا ومجموعة من الضباط وخططوا للهرب الجماعي وضعوا نفقاً من تحت السجن طبعاً كان السجن سجن أسرع وفي ممارسات فيه أنشطة تعمل لهم فبخطة معينة بطريقة معينة حفروا هذا النفق لهم طريقتهم معينة في جعل النفق ما حد يدري عنهم وين ودون التربة يعني معالجات كثيرة يمكن يقرأ عنها الإنسان في كتب التي تحدثت عنها ومسافة النفق مسافة طويلة حتى يتجاوزون السياج ثم يخرجون من هناك عدد الذين خرجوا اللي مخفظني أنهم فوق الثلاثين أو ربما أكثر الذين خرجوا الذين نجوا منهم حتى وصلوا إلى أول دولة من فوسط ألمانيا لا يتكلمون الألمانية وبعضهم كان ذو بشرة سمراء معلومة الذي ما ذاتبك في ألمانيا أصحاب البشرة السمراء في فرنسا ممكن في أمريكا ممكن لكن في ألمانيا ما هناك علاقات تداخل كبير مع أفريقيا وغيرها فجابة كان معلومة أنك مقوات الحلفاء فمعلومة أن كل هؤلاء في مخاطر وضعوا خطة لكيفية الذهاب وإلى آخره وبالفعل بدأوا يتحركون في الريف الألماني ويسيرون حتى يبلغوا حدود النسية الدولة المجاورة لهم التي موالية الحلفاء كم الذين وصلوا؟ الذين وصلوا فقط سبع والبقية كلهم ماتوا في الطريق كشفوا وعرفوا وماتوا بعدها بشهرين أو شهرين ونصف انتهت الحرب العلمية الثانية واستسلمت ألمانيا رأيت الانتظار أحيانا لا شك أن نفكر ولكن تفكير في حلول حمقى تفكير في حلول محفوفة بالمخاطر الصبر خير منه بقى في الأزمة خير من القفز إلى الذين كانوا يعني يركبون في السفينة من الذين كانوا يأخذونهم قسرا من أفريقيا ويذهبوهم إلى أمريكا من أجل استعبادهم للبناء أمريكا وللزراعة فيها وللكدحة بدون أدنى حقوق كان بعضهم يقفز بالسفينة في المحيط ومن بتروح انتظر ربما هناك فرش ربما هناك خير من آخر ربما هناك خير من آخر أتى أحدهم إلى أحد علماء النفس اسمه إدرر يعني نسيت وجاي يشتكي يريد الانتحار وامسكوا بأو جابوا عنده قالت راضي بانتحر قالي ماذا تنتحر قال لا يوجد شيء في الحياة استحق الحياة أبدا حاول أذكر بشيء قال لا يوجد في الحياة شيء استحق البقى قال إذن بالفعل ينبغي أن تموت طلع مسدس عنده وهمي وضع فيه رصاصة رحمية واحدة وبدأ يطلق عليه أنت لا تستحق الحياة فعلا الحياة لا تستحق يجب أن تموت لما يطلق مرة الثانية الثالثة صرخ بأعلى لا لا توقف توقف يوجد شيء استحق الحياة قال مثلا إيش قال وجودك في الحياة يكفي وكذا وبدأ يكتب وبدأ يكتب إذن تستحق الحياة يطلق بالانتحار بلا إذن القضية ما فيها حينا حينا الصبر هو معالجة ومكابدة المشكلة والصبر على تبعات هذه المكابدة الذي يريد أن يصبر لأن ينجح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر